انتوا نجحتوا كمحامين انتوا نجحتوا كمحامين في الدفاع عن جداولكم بالتنقية وفي الدفاع عن جداولكم من احتلال حملة الدبلومات ومن الانتصار لمواردكم والحفاظ عليها لا تسمحوا لأحد لا تسمحوا لأحد أن يعود بالحال إلى مكان عليه لن نسمح لمن يريد أن يعود الجداول كما كانت أو يريد أن يدخل حملة دبلوات نقابة المحامين أن يدخل نقابة المحامين تحت أي مستوى ودي الرسالة وده الدور اللي حضرتكم لازم تبقوا مهيئين له خلال المرحلة اووا تنخدوا من الكلام البراق اووا تنخدوا من الكلام السطحي الكلام المنمق إنما اسألوه انت كنت فين أي حد انت كنت فين في معركة التنقية مع التنقية ولا ضد التنقية إذا قال أصلي اعرفوا أنه مكنش مع التنقية ولولو انت كنت فين في معركة الدبلوات إذا قال أصلا كنت اعرفوا أنه مكنش معكم وأنه مكن ضدكم وكان في صف اللي بيهتفوا ضد نقابة المحامين رجعوا صور صور الوقفات الاحتجاجية لصالح حملة الدبلوات ولصالح غير المشتغلين اللي كانت قدام نقابة المحامين هتشوفوا صورهم كويس رجعوا أسماء من أقامت دعاوة بطلب ادخال غير المشتغلين لنقابة المحامين واستفادتهم من أموالكم ومن حساباتكم يا أخوانا أول حكم صدرت ضد نقابة المحامين في التنقية صدر لصالح ابن رئيس المحكمة أو الدائرة التي نطخ بالحكم ولزوجة عضو اليمين فيها وعلشان كده أنا قمت دعوة مخصمة ولن أتركهم يعتدوا على نقابة المحامين ولن أتركهم يخلفوا نقابة المحامين ده المطلوب الحكم الحكم قال الحكم ده قال إيه قال إنه أي حد يدفع الاشتراك يأخذ المعاش ويأخذ العلاق في أي وقت ما حدش يقدر يمنعه إزاي عشان ابنك ما دفعش من 2015 تحكم له في دعوة أنت مفروض تمتنع عن نظرها علشان زوجتك العضو اليمين ما ده تسددتش اللي عليها من استراكات ما عندهاش أدلة تشتغال تحكم لها في قضية أنت أنت تنظر فيها دون أن تخطر لا الهيئة ولا زملائك ولا ولا تعتذر ولا تتنحع عن النظر ده قانون المرفعات يقول لك يقع باطلا عمل القاضي يقع باطلا من غير كلام أي عمل يصدر من قاضي له مصلحة فيه له أو لزوجه أو لابنائه إزاي إزاي نقبل هذا الأمر إزاي نقبل هذا الهوان شوفوا مين من المحامين كان بيساند دول شوفوا مين من المحامين كان بيظاهر دول أتعرفوا اللي بيدفع نقابة المحامين واللي كان ضد نقابة المحامين